على مدار السنين كتير جدا 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 يعني يمكن يمكن حضراتكو تفتكروا اخر حاجة كاس العالم الانديا الاخير لما غاب عنينا الدولين في اول مباراة والجميع بدون استثناء يعني بنسبة تسعة وتسعين ومش عايز اقول تسعة معارس تسعة عسين في المية كانوا متوقعين ان النادي الاهلي يخسر في اول مباراة امام بطل المكسيك لكن ايه اللي حصل ايه اللي حصل اهلي كمل حد ما جوم الدوليين والحمد لله يا رب العالمين انكمل لحد ما اخد برونزيت كاس العالم الانديا. فشخصية لعيب النادي الاهلي بتظهر في الشداء. انا برضو عايز افصل ما بين حتة الاداء والروح. انا في بعض الاحيان طبعا بيهمني الاداء ولكن اللي بيهمني اكتر روح الفانيلا الحامرة. شخصية لعيب النادي الاهلي هي دي اللي بتهمني. دي ابدا ابدا ماتغيبش عن اي لعيب ينتمي للنادي الأهلي. أي لعيب بيلبس الفنية للحمر. طول عمرنا كده. على فكرة خدنا بطولات كتير. بالروح والإصرار والعزيمة. وشخصية لعيب النادي الأهلي. خدنا بطولات كتير كده. مش دايماً بيكون احنا الأفضل فنيا. ولكن الروح بتفرقنا. الروح بتفرق. الروح لعيبة النادي الأهلي. هتقول لي ازاي. هقول لك اسأل لعيبة الانديها التانية. مش عايزة مش عايزة اقولك اي حد ينتمي. لكن طبعاً معانا على الشاشة كل كواليس الفرق قبل المباراة مباشرة. يعني من مبارح لحد النهاردة. لحد ما الاوتوبيس اهو ماشي ورايح لحد الاستاذ. نتمنى التوفيق لعيبة النادي الأهلي النهاردة ان شاء الله تزهر روح لعيبة النادي الأهلي. هتقول لي طيب مستر موسيماني لما مشي في الوقت ده. هل هيبقى فيه تأثير سلبي? هقول لك لأ. هقول لك لأ مفيش تأثير سلبي. ان شاء الله الامور هتمشي بإذن الله رب العالمين. وهتشوف حاجة جديدة كمان مش عايزة اقول ان مستر موسيماني. لا مستر موسيماني ادى اللي عليه. ولكن انا بكلمك على ظروف صعبة بتمر بلعيبة النادي الاهلي. هتشوف الواجه الحقيقي والمعدن الحقيقي للعيبة النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله النهاردة. المباراة نفسها مباراة صعبة. المباراة بتيجي من ضمن مؤجلات المباراة بتاعة النادي الاهلي في الدوري المصري العام الممتاز عشرين اتنين وعشرين 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 وعشرين. لو النادي الاهلي كسب المؤجلات بداية من ماتش النهاردة بإذن الله يتربع مرة أخرى على عرش الدوري بإذن الله ويرجع لمكانه الطبيعي لاستعادة اللقب المفقود بفعل فعل من السنة اللي فاتت. فإن شاء الله البداية النهاردة يمكن لو تفتكروا حضراتكم. آخر مباراة لعبناها في الدوري قبل الإيقاف الدولي كانت مع امبي. وشوفنا ازاي روح لعبة النادي الاهلي حد ديئة سبعة وتسعين. يعني احنا لحد ديئة تلاتة وتسعين كان الماتش واحد سفر الامبي. جبنا جولين في ديئتين او في ثلاث دقائق. قلبنا الامور. وكسبنا المباراة. هي دي روح لعبة النادي الاهلي. حتى لو انت مش للأفضل فنيا. ولكن دي الروح اللي احنا عايزينها من لعبة النادي الاهلي. المباراة بقى عايز ايه? احط الملف كده على جنب. واروح لملف تاني بيشغل الكرة المصرية كلها. وهو منتخبنا الوطني. اللي خسر مبارح للأسف من كوريا الجنوبية بنتيجة كبيرة شوية. اربعة واحد. بصراحة احنا حالنا اصبح لا يسر لا يسر عدو ولا حبيب. واللي بيحصل استمرار لكورس اتحاد الكرة المتوجد برئاسة جمال علام. واللي مرة بلاش مرة الاسبوع اللي فات. اقال المدير الفني في برنامج تليفزيوني. وبعدين رجع في كلام وقال انا ما قلتش كده. بس ده مش جديد على اتحاد الكرة. اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قدارة الكرة المصرية. عايز اقول لكم حاجة. نقف هنا ونتكلم معلش. بواقعية شوية. فترات الاخيرة كلها. لجان في اتحاد الكرة. لجان معينة في اتحاد الكرة. خليني برضو اتكلم بصراحة. الانتخابات الاخيرة. هي الانتخابات الاخيرة ما احترامي لبعض الناس اللي موجودين في الاتحاد. ما احترامي للجميع. وبقدر بعض الناس اللي موجودين في الاتحاد. لكني لا اقدر الجميع. هي الانتخابات دي جاد بالمجموعة دي ازاي ما احنا كلنا عارفين كلنا عارفين ولما بس لما الامور او الانتخابات قربت شوية اتعامل فيلم هندي علينا جابوا مجموعة وقال لك فيه قايمة تانية هتنزل قدام القايمة دي قبل الانتخابات بيومين ثلاثة وهطوا فيها اسماء الناس اللي كان فيها اصلا انا اعرف فيها ناس فعلا فجأت ان اسميها موجودة تمثيلية فيلم محبوك في الاخر خالص عشان ايه عشان تيجي المجموعة دي تدير الاتحاد المجموعة دي فيها ناس كويسة ولكن ما لهاش دور ما احترامي اليوم ما لهمش دور للأسف وشوفنا الكلام دوت في اختيار المدير الفني كابتن يهاب جلال وعلى فكرة المشكلة زي ما قلت مئة مرة المشكلة مش في انك تجيب مدير فني او تخيل مدير المشكلة في المنظومة المنظومة الخطأ المنظومة الفازدة هي دي المشكلة وما بنتعلمش من اخطاءنا ابدا بتكلم برضو على المنظومة الرياضية ما بنتعلمش من اخطاءنا ابدا انت دلوقتي جاي في منصب تطوعي بتشتغل عشان مين عشان خاطر اسم مصر في المقام الاول المفروض ما يكون لكش مصلحة غير سمعة مصر انت بتشتغل عشان الكرة المصرية عشان تطوير الكرة المصرية عشان تعلب بشأن الكرة المصرية هو ده بيحصل ما بيحصلش عايز اقول كلمة او جملة الكل بيستفاد من منظمة بدون استثناء حتى لما نيجي نتكلم على بعض النجوم فيه تضارب مصالح يعني لاقي عضو في اتحاد الكرة بيقدم برنامج بيحلل بيجي مزيع هل ده ينفع طيب عضو في اتحاد الكرة عضو في لجنة تانية رئيس منطقة ورئيس لجنة ده ينفع يعني ده يا صح ده انا ما بشوش في اي حتة في العالم الا عندنا في المنظومة الرياضية في مصر ده اللي بيحصل ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش لو احنا عايزين نشتغل صح لازم نبدأ صح لازم تنسف عايز وننصف الموجود ولكن تنسف القديم انسف الأفكار دي اشتغل صح يا اخي اعمل خطة للكرة المصرية المدة 4 سنين بلاش الـ 8 سنين الـ 4 سين انت قاعدهم اعمل خطة لتطوير الكرة المصرية اعمل خطة لقطاعات الناشئين من تحت اعمل خطة لتطوير المدربين اشتغل صح مرة نفسي تشتغله صح مرة عشان خاطر البلد عشان خطر مصلحة الكرة المصرية مفيش حد بيعمل كده. كل حد بييجي في المكان ده عشان خطر مصلحته اولا. مش مصلحة كرة مصرية. مصلحته اولا. وانا مسؤول عن اللي انا بقول. ملفات كتير 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 الفترة الجاية. ان شاء الله احنا منتظرين الكشفة عنها. حصلت في اتحاد الكرة. عن طريق اللجنة اللي شكلها الدكتور عشرة صفحي وزير الشباب والرياض. وان شاء الله هتنتمي من عملها بكرة. وهتسلم تقرير شامل بالاخطاء كلها بتاع اتحاد الكرة. المهم في الموضوع ده. او الغريب في الموضوع ده ان مجلس ادارة اتحاد الكرة مش عايز يستقيل. مع احترامي مع احترامي. لبعض الشخصيات فيه. مجلس ادارة اتحاد الكرة بعد مضيع حق مصر والنادي الاهلي والمنتخب مش عايز يستقيل. مش عايز يستقيل. وهيظل الموظفين بتوعه زي ما هم. يعني هتلاقي وليد العطار المدير التنفيذي اللي سبب مشاكل كتير جدا جدا جدا. حصلت لمصر والنادي الاهلي هيبقى مستمر في منصبه. وهو اللي هيقود الاتحاد حسب اللايحة. والاغرب من كده كمان ان وليد العطار نفسه سبب رئيسي في كل كوارس اتحاد الكرة. فازاي بقى في منصبه. يعني انا عايز اعرف. وانا مش عايز اقول لود برضو من اقالته. لا. انا عايز الكل يتحاسب. قبل ما المجلس ده يرحل لازم الكل يتحاسب. الكل لازم يتحاسب وتحقق معاه. مش الاقالة اقالة اي احنا استفدنا اي من الاقالة. ما اي حد بيجي شهرين تلاتة يعمل لو هو عايزه يقال. يمشي. يقال. يمشي. يقدم استقالة. وبعدين. لازم الناس دي تحاسب. مش في لجنة التفتيش طبعة الوزارة. هنشوف بازد الله اللي هتقدمه اللجنة ديت للسيد الوزير. اللي نطلب منه ان شاء الله انه يطلعنا على نتاج التحادي بكل شفافية. لان المجلس ده. لازم يحاسب. مش يرحل. لا. لازم يحاسب. نرجع لما اشي النهاردة. ماتش مهم جدا طبعا في ظل الظروف المحيطة زي ما قلتوا لحضراتكم. طبعا النهاردة اول مباراة بعد رحيل مستر موسيمان. عندك غيابات بالجملة. تلاتة اشر لعب ما بين دولي وما بين اصابات. فترة توقف. الدولي اللي خلصت مبارح. حسب ما اشتركوا في القناة